أكد وزير الداخلية التركي سلمان سويلو أن الحكومة التركية قادرة على إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال خلال عام رغم حجم الكارثة مضيفا أن هناك أحياء حتى الآن يتم إخراجهم من تحت الأنقاض قادرون على إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال خلال عام رغم حجم الكارثة ونعلم أن هناك أحياء يتم إخراجهم من تحت الأنقاض وهذا يزيد أمل إنقاذ المزيد من الأشخاص 50% من المباني في هاتاي تضررت بسبب الزلزال وانتهينا من تقييم 40% من المباني المتضررة في مناطق الزلزال وسنهدم المباني الآيلة للسقوط